بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل الدرس السابق اللي تكلمنا فيه عن كيفية الإفاليواشن للإكسبرشنز في وجود ديتا تايبز مختلفة وتأثير الديتا تايب على نوع البيانات على عملية الإفاليواشن للإكسبرشن خلنا نشوف المثال اللي قدامنا هذا ونحاول نشوف خلنا نفذ المثال اللي قدامنا هذا أولا المثال هذا بكل بساطة يعرف variable من نوع إكس ويخزن فيه قيمة مليون في مليون اللي هي تريليون ثم بعد كده يطبع قيمة إكس فإذا مفروض أن يطبع لنا تريليون خلنا نفذ المثال هذا ونشوف الناتج آه الناتج هنا طلع لنا سالب زين طيب السؤال وش اللي صار ليش الآن لابد أنه فيه مشكلة في هذا السطر ملبوط هذا السطر عبارة عن assignment statement عندنا هنا expression على اليمين زين الكمبيوتر راح يسوي له evaluation وبعد كده يخزن القيمة في الـ variable X السؤال وش اللي صار في الـ example هذا أنا ودي توقف الفيديو وتحاول تفكر وش اللي صار وكيف ممكن نصحح المشكلة اللي في الـ example هذا طيب خلنا نشوف مش اللي صار عندنا في الـ example الكمبيوتر جاي ينفذ ينفذ طبعا من هنا زين جاي ينفذنا أول شي جاي عايز ينفذ العبارة هذي هذي الميموري مضبوط فجاء وقال أوكي هذا بسم الله هذا الـ X من نوع long هذا الـ X الـ variable X من نوع long ثم بعد كده جاء يحسب قيمة مليون في مليون اللي هي الجزء هذا يحسب مليون في مليون طيب الآن لما جاء المعالج يحسب مليون في مليون كان يهمه بشكل مهم جدا data types زين هذي مليون في مليون زين ما قلت لك المعالج عنده مكان كده صغير يخزن فيه ثم بعد كده ياخذ القيمة يعني يخزن فيه بس أثناء عملية حساب الـ instruction هذي أو التعليمه هذي بس بعدين يحط القيمة هنا طيب وشو المعالج جاء أقال لك مليون هذا من نوع int والمليون هذا من نوع int إذن لابد نحاصل ضربهم يكون من نوع int تمام؟ غدا النظر عن الجهة اليسرى هذي أنت الآن تسوي evaluation للـ expression هنا زين فعندك int في int يعطينا int شفنا قبل الدرس السابق خمسة تقسيم تقسيم 100 زين شفنا الـ expression هذا خمسة تقسيم 100 في price مضبوط قلنا أنه راح نسوي evaluation للـ expression هذا كامل نزلنا علامة الضرب وأخذنا الجزء هذا نسوي evaluation لما جاء الكمبيوتر نسوي evaluation الجزء هذا قالك هذا int تقسيم int إذا راح يعطينا int والقسمة راح تكون قسمة بباقي قسمة صحيحة بباقي زين؟ بدون التفات للـ price بدون التفات للجزء اللي علي صار اللي كان double إذا تذكر الـ discount كانت كان هنا فيه إسناد الـ discount ودسكاونت كانت double تمام؟ فإذا الكمبيوتر ما نلتفت لأشياء هذه كلها فقط شافة data types حقه اللي عندي هنا قال هذا int وهذا int إذا قسمة صحيحة بباقي والناتج يكون int زين؟ هذا شيء مهم جدا فلما جاء الكمبيوتر يسوي عملية الضربة اللي عندنا هنا خلنا أخذها كده على جنب لما جاء يقول مليون في مليون قالك هذا int وهذا int إذا لابد أن الناتج يكون int فلما جاي يشوفوا الناتج الناتج كان مليار زين؟ لما جاي يخزن الناتج الناتج كعفهم وليس مليار وإنما ترليون اللي هو 12 صفر الكمبيوتر طبعا ما يكفي الـ int ما يكفي هذا فقام قصه في مكان معين في مكان معين كده قص وقال له باحتفظ بالقيمة هذه فقط انت قلت لي int في انت زين هذا خطأك انت كمبرمج مضبوط احتفظوا الجزء هذا طبعا لما احتفظ فيه طلع لنا سالب زين ليش يطلع سالب هذا عدد يعني موضوع ثاني لكن بكل بساطة طلع لنا عدد سالب المهم انه طلع لنا عدد غريب جدا هذه طبعا الـ error مرة ثانية اللي ذكرناها قبل وهي ما تسمى بالـ integer over flow وذكرنا قبل انه مثلا من قصة من عشر قصص الصاروخ اللي 300 مليون دولار وسقط بعد عشر ثواني من اطلاقه واذكر موجود الفيديو على اليوتيوب للصاروخ يعني قصة دي مشهورة والسبب هي بحدوث error شبيهة بهذه لاحظا الـ error هذه ما هي سهلة أبدا زين لابد انك تكون منتبه ودقيق جدا حتى تنتبه الـ error او مشكلة زي المشكلة هذه وهي كلها في حساب الـ expression والـ data types زين هي مشكلة بسبب حساب الـ expression في ظل وجود الـ data types المختلفة السؤال الآن كيف نصحح المشكلة هذه زين لاحظ ان الـ long يكفي التريليون لكن كيف ان نخلي الـ expression نفسه لما يجي الكمبيوتر يسوي له evaluation يكون القيمة القيمة اللي تطلع عندنا long بكل بساطة خلق وقف الفيديو وقف الفيديو وجرب شوي وارجع مرة ثاني خليش ويعطيك الحل طيب اتمنى انك جربت خلنا نفتح في eclipse ونوريك كيف تسوي عندك عدة طرق الطريقة سهلة جدا تحط L هنا عساس تعلم الكمبيوتر ان هذا والله long زين خلنا نجرب الآن عملك الضرب فعلا طلعنا التريليون زين فالكمبيوتر جاء قال long في int يعطينا long اذا الناتج لازم بد ان يكون long حجمه فلما جاء في المعالج يحسب اخذ مكان كده long هنا في المعالج لما جاء يحسب بدل من ان ان اخذ ال int قال لا بما ان واحد منهم long اذا احول الثاني long برضه وكون الناتج راح يكون عندي كبير كده في مكان كبير في long وطلع للتريليون بعدين قام مخزنه في ال x في طريقة ثانية برضه بدل ما انك يمكن طريقة اطول شوي وهي انك تروح وتسوي typecasting الواحد من العددين هذول الى long بمعنى انه قلت الكمبيوتر قلت اول حول لي هذا من انتجر long بعد كده سوي لي عملية الضرب طبعا دائما typecasting اعلى اولوية من البقية لقد تحول لي هذا long بعدين سوي لي عملية الضرب ممكنك تحط ال long هذه عند العدد الثاني هنا لك خيار تحول هذا او هذا في النهاية انت حولت واحد بالغصب يعني explicit typecasting فرضت على الكمبيوتر التحويل الكمبيوتر راح تموتيك يحول لك الثاني لانه اذا جاء شاف long في int قالك اه بضرب long في int اذا احول ال long زين لابد يكون data types متساوية اثناء العمليات اثناء حساب ال expression لعله طبعا واضح انه من الاسهل انك تضع كل حرف سواء small او capital هنا خلاص تموتيك تعلم الكمبيوتر ان هذا long فالكمبيوتر يحول لك الثاني long وانت هنا اتمنى ان نكون فهمت كيف ال evaluation ال expression في ظل وجود data types مختلفة وكيف ان الكمبيوتر يقوم بتحويل لما يجي يحسب اي expression يقوم بتحويل ال data type من ال data type الاصغر الى ال data type الاكبر زي ما شفناه في حسب الترتيب اللي شفناه في الفيديوهات السابقة